سلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا لبس مرحبا بكم في فيديو جديد أتمنى أي واحد يكونوا في هذا الفيديو بخير و بصحة جيدة إن شاء الله ستكونوا لبس خوتي في هذا الفيديو سأذهب إلى ثلاثة سوالح خوتي سأذهب إلى البيف مع طراب كينغ وديدين كانو ساز سأجد لكم تحليل على هذا البيف خوتي وسأذهب إلى فوبيا إسحاق على فوبيا إسحاق سي بريما للفيديو وليفوتو من الكون تاعه في انستغرام وعلى رهجة بدروحه والحاجة الثالثة اللي غادينا نحضر عليها في هذا الفيديو هي يوبي كينا حاجرها دير البس خوتي من قليل اللي تحلب بلها وهذا الحاجة متعلقة بيوبي في لا فاند على الفيديو غادي نقول لكم معليها نبدو الفيديو خوتي فورجة ممتعة وعندي أمتي ميساج بغي نباسي خوتي كي كان عندي أنا خوتي 19 ألف أبوني لو كان راكم عاقلين قلت لكم وعد لها درا قلت لكم اللي راي تبع فيي وممزينش النية تعاكي راي تبعني إستداري تبعني ودير في رأسها أني راني نستغل فيه ولا ما على باليش نجمي تدير أبوني تعاه ويروح أنا ما استحقش هذا الناس خوتي اللي يبغي تبعني زين نية تعافية بس كينا راني ديركم قاع أخوتي هنا وقاع ربوندي لكم في الانستا مين خطرات خوتي مين خطرات خوتي نكون منايرفي مين ربونديش ولا مديروهاش انتوما على أنها تكبر ولا أكون فاهمين في هذا كل وقت ما نكونش منجم نهدركي مع أي إنسان ما تنويش النقص وما تحسبهاش أنها تكبر بس كي ما عنديش على أن تكبر أنا أخوتي مالتالي وكان راني متكبر نجي نقولها لك في فيديو نقولك بلي أنا متكبر مالتالي أخوتي أنا أدي من عندي الصراحة لا علينا أخوتي اللي مهتم بالمحتوى ومزين نيتا فيه يقعد مأبونيني واللي ما رحش مزين نيتا يديز أبوني ويبقى هذا الاختيار تاعك ورايك الشخصي شغل تبغيت أبوني بخاطرك ما تبغيست أبوني ثاني بخاطرك أنا من جيس سيفاليك وأنا كنقولك أبوني ولا دير حاجة ولا رحشوف هذك الفيديو سكراني ديركم خوتي وما بيناتناش رحكم فاهمين وراني مزين نيتا عي فيكم وربي يحفظكم قعل يراكم تدعموا في ناراكم في القلب خوتي نبدو الفيديو فورجا ممتعة بون خوتي نبدو بالبيف تاع تراب كينغ وديدين كانوساز نديرو لها التحليل الحاجة اللولى شا هو السبب تاع هذا البيف وشا هي الحاجة اللي خلت ديدين كانوساز في البداية يكلاشي تراب كينغ ديدين كلاش قبل ما يصرا هذا البيف كانوصرس Life ٍلوتو كانو يهضر عليه وبوبا لو كراكم معقلين الخات منها خرجت أغنية قانغ اللي كانت بين دي بلاك دين إلسون وطراب كينغ وكانت أغنية غوتريب مع دي بلاك دين إلسون هذه اللي ضيح البوبا و قلبي يلقب بوبا يعرفكم فاهمين قال هذا الكلمة و قلبي يلقب بوبا هنا على حساب ما أغنون لدي كانوساز ذيت هاب لرأي شرع ليه أفري اا بري ديدين كانوساز خرج أغنية و انلكلاش فيها طراب كينغ والدي بلاك دين إيلسون شر عليهم على الدي بلاك كي قال حبس كلا كولوني منطحشها الكابوني كما لابلكم الدي بلاك كان في الحبس وعلى طراب كينغ كي قال بزاز الكلبة دير كومب العليا حسادة ويغير كالولية راكم فاهمين طراب كينغ ريبوند على أغنية ديدين كانوساز بأغنية ديكتاتور اللي كانت كلاش موجه ديدين كانوساز طراب كينغ في هذه الأغنية در غلطة إنها تخل ديدين كانوساز للديزويت بعدها عاود ريبوند عليه ديدين كانوساز بأغنية بوتين وهنا حبس تخوتي بعدها ديدين كانوساز خرجوا عدة ثلاثة أو لاربعة طراكات اللي سيبريماهم من يوتيب وإن كان فيهم دي بيك لطراب كينغ المهم تسامحوا وعاودوا سراهم مشاكل بيناتهم وخرج لنا طراب كينغ كلاش بعنوان وإن كان موجه ديركت ديدين كانوساز أما ديدين كانوساز رد بأغنية ظاهريا هي تبان ريبوند على طراب كينغ بعدما حطت طراب كينغ كلاش ديدين كانوساز خرجها وكان فيها دي بيك على طراب كينغ وعلى دي بلاك دي نيلسون ما في الحقيقة الأغنية تعد طراب كينغ مايصان ما كانت شري بونس على الطراك تعد طراب كينغ هيفي وي بأسكو لو كانت تروح تسمع الأغنية ما تلقى حتى سطر أراد فيه ديدين كانوساز على شغال طراب كينغ في الأغنية هيفي وي روحوا واركزوا طرق السؤال ما تروح ما يربح البيف أنا ما غاديش نقول لكم ما يربح البيف ما غادي نعطيكم وهذا العوامل تسمعوا مليح طراب كينغ ستعليق كلاش موجهين ديدين كانوساز ديركت لهما ديكتاتور و هييفي وي أبارسا ما كان حتى كلاش موجه ديدين كانوساز أما ديدين كانوساز ستعليق كلاش واحد موجه لطراب كينغ اللي هو بوتين والباقي ايغو تريب وفيهم دي بيك على طراب كينغ أكون فاهمين خاوتي تسمى لو كانت جيد قارن ينزوش تعليق كلاش مع كلاش واحد تسمى المقارنة غير متكافئة تسمى متنجم تعرف كون اللي يربح ولو كانت مايسان ريبونس على الأغنيات طراب كينغ هيفي وي بينا أنه سيخرج طراب كينغ هو الرابح بسكو في الأغنية هيفي وي طراب كينغ طراب كينغ العيوب اللي يجبدهم دي دين كثير من العيوب اللي يجبدهم دي دين طراب كينغ في أغنية مايسان أكون فاهمين خاوتي و دي دين كلاش رايح محافظ على المبدأ تعانالاني في الصدارة ما نعطيهم اهتمام ما نعطيهم مش وقت لهذا كل يرام يكلاشو فيه هذا هو المبدأ اللي راي مشيليه دي دين كانو سيز لو كان رو ماركيتو خاوتي أسامة عطراك التواعه غير مايسان زي ما نتاولدي في الرب زي ما ما راه مش النيفو تاعه وما راه شعطيهم أهمية هذا هو التحليل تعيي للبي في عطراك كينغ ودي دين كانو سيز وشكون اللي يربح تبقى للبيبليك اللي يفهم الرب هو اللي دي سيدي شكون اللي يربح ويقولنا علاه شافة انه ربح فيلي كومنتر ومشي بالعطيفة قلنا بالأدلة والبراهين متقلناش بالعطيفة هذا ربح ولا هذا ربح قلنا بالبراهين علاه بنلك انها ربح ونشوف شكون اللي قنعنا خوتي بون ذروك نروح الفوبيا اسحاق فوبيا اسحاق لو كان رو ماركيتو مؤخران سي بريما لفوتو ولي فيديو وقع من انستغرام وكتب بيس علاه فوبيا اسحاق دارهاك اسكو جب دروح من راب اسكو جب دروح من المشاكل تاع الرب اسكو راح بغي يفريها معا كاش راب بير لكن اعطيكم خوتي الجاوب المختصر من رأي تاعي الشخصي والتحليل تاعي الشخصي فوبيا اسحاق على حسب ما بين لي ما جب دروح من راب وما جب دروح من المشاكل تاع الرب ولا لي كلاش وعلى حسب رأي ما راح بغي يفريها مع التاراب بسكو مؤخرا فوبيا اسحاق في اللايف كان دير الاغنية تاراب كين كلاش دين كان ويسمع فيها في اللايف وكان يسمع في الاغنية تاع جوكر في اللايف ويعود موراها تما واحد راح بغي يفريها ميدير جست كما هذا الحسب رأي الشخصي فوبيا اسحاق سيبري ماليفوتو وليفيديو من انستغرام من رأي الشخصي هذه غير طريقة ترويجية لجلب الانتيبة بسكو فوبيا اسحاق مؤخرا دير لايف قال بلي غاد نحط الابوم جديد كيف عرفتنا انها طريقة ترويجية وليجلب الانتيبة ما رايش نجيب في الهضر من رأس يا خوتي بسكو مورد اوديا دارها من قبل قبل ما يحط هذا الفيلم سيبري مقع سوال هون انستغرام اوبر يحط هذا الفيلم وقال لهم بلي طريقة ترويجية تم تصرها هذه ويدروها بزا فلي زار تيست مش غرف بأي اسحاق هذه روح اليوبي خوتي ما كاشفينا اللي كان يضور في تيك توك وما فات هذه الأغنيات ومرا هايوبي دار سطوري وكان يهدر على هذا الرابر وقال بلي كملنا الحلاوي تا الجزير جاء الحلاوي تا تونس قلوا لي توقعاتكم اسكو توقعوا ان هايوبي غادي ريبونديلة وبين بلي سلوما ولا مش عاش كيسموه غادي هلك يوبي في الكلاش هذه حاجة من فروق منها بس كيف شرق وقع حيوصي بين بلي هلك الفيديو متسجم ابوني وفعل جرس بيوصل كل جديد على الرابر الجزائري بي ساندلوف خوتي ورواحوا عندي خوتي لانستغرام قاعد يرو ابوني وغادي ريبوندي عليكم قافي انستغرام ولخصات تحليل تعقونية فلان تهلا يلقاه في صندوق الوصف دعمونا خوتي في القناة الاحتياطية وصلوها الناميل ابوني اللي تعالى في صندوق الوصف ربي يحفظكم خوتي بيساندلوف هلو بالزافر وحكم كان معكم بروف راب سمحوا ان لا خسرنا معكم فيك هش كلمة بيس اشتركوا في القناة